ستة أمت الله طلع عمره وهي بتقول إن هي ورثة مبلة كانت عايزة مصممة إن زوجها يطلع العمر معاه فبتقول إن ماله مختلط يعني فيه اختلاط بين الحلال والحرام وليه علاقات وكده فهي عايزة تطلع من مالها هي مش عايزة تطلع من المال بتاعه اللي فيه شبهة اختلاط الحلال بالحرام لو كان المال ده صاحبة السؤال خالص في إنه حرام كل حرام فلا يجوز إن الله طيب كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فلابد أن إن الإنسان أنا حطلع أأدي العمر لابد أن تكون من مال طيب حلال عشان أؤجر على ذلك ويكون الأمر مقبول مني ده لو إن المال كله حرام يبقى كده طيب لا والمال بتاعه فيه وفيه فالحرام مش متعين في المال بتاعه يعني اختلط الحلال بالحرام والحرام غير معين غير متعين فيه يجوز في الحالة دي إن حضرتك تطلعي معاه وتقبالي إنك تطلعي معاه العمرة والإسم في الحالة دي على الزوج إذا كان الأمر كما أخبرتي صاحبة السؤال وزي ما دايما بنقول العهدة على راوي السؤال وعلى كل حال نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة